دلوقتي ما حضرتكم هنقابل الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية مصانع عملاقة في قلب بنسويف تصدر لـ 34 دولة خضار وفكهة مجمدة هو أحد الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في إدارة المصانع هنقابله عشان نعرف كيف سيخوض غمار منافسات جالف فود 2023 خليكم معانا العالم بيواجه نقص حد في الغذاء ومصر النهاردة تعتبر واحدة من أهم الأسواق المنتجة للصناعات الغذائية عالميا وخصوصا الخضر والفكهة المجمدة وشركتنا المتخصصة في الصناعات الغذائية هتشارك بكوة في معرض جالف فود في دبي خلال ساعات واللي يعتبر واحد من أكبر المعرض المتخصصة في الصناعات الغذائية في العالم حوالي 102 شركة مصرية هتقود التحدي وطبعا ده في ظل تحديات كبرى العالم أجمع بيبحث عن الأمن الغذائي وبأسعار عادلة دلوقتي هنقابل الخبير الاقتصادي المخضرم الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية عشان نفهم خطة غزو أسواق العالم بالصناعات الغذائية المصرية وخصوصا الخضر والفكهة المجمدة من خلال معرض جالف فود وإزاي نواجه تحديات ارتفاع أسعار الخمات ومؤد التعبئة والتغليف وإزاي نواجه دول بتنفسنا بقوة زي بلجيكا وأسبانيا والمغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وألمانيا وكمان فرنسا وإيه الميزة التنافسية لمصر في تصدير الخضر والفكهة المجمدة وإزاي نواجه ظاهرة الدولرة ونحافظ على أسعار منتجتنا اللقاء مهم جدا ونركزوا معاه بنتقابل مع حضرك يا دكتور دايما في وقت بنحتاج فيه نفكر إزاي نزود صادراتنا صادراتنا من الخضار المجمد اللي حضرتك بتدير أحد أكبر مصانعها في مصر حوالي 406 مليون دولار بنستهدف الوصول إلى 604 مليون دولار أكيد عندنا خطة خطتنا إيه في جالف فود 2023 الوقت الحالي هو وقت استثنائي بالنسبة لعالم كله إحنا بنتكلم على تأثيرات أزمة المناخ بنتكلم على حالة من حالات الجفاف موجودة في أماكن في يوروب فأصبح النهاردة الأد فاليو برودكت أو المنتجات اللي فيها قيمة مضافة مش مجرد إنها مطلوبة بس عشان القيمة المضافة بتاعتها لكن مطلوبة عشان الفترة اللي ممكن نحتفظ فيها بالخضروات والفواكه فترة أطول عشان نقدر نستخدمها مع النقص الحاد اللي موجود في العالم كله النهاردة إحنا بنتكلم إن أوروبا معظم أنواع الخضار والفواكه مش موجودة فيها طيب إحنا بقى النهاردة فيه الرقعة الزراعية في مصر على مدار الأربع خمس سنين اللي فاتوا وكان فيها أنشطة جيدة وكان فيه اهتمام رئاسي وحكومي بإن إحنا نزود رقعة الزراعية عشان نبقى مستعدين لإحتياجاتنا سد إحتياجاتنا وهنا بقى تيجي دور التكنولوجيا اللي إحنا بنتكلم عليها وزراعة الصوبات وحماية الزراعة من التأثيرات المناخية المشروع القومي للصوب أو للزراعات المحمية بالظفت كده نحن في حاجة إن الموضوع ده يمتد وإن إحنا نوسع ويبقى فيه كوتا منها للمصانع يعني أنا أرجو إن السادة القائمين على هذه المشروعات يحولها إلى كوتا للاستهلاك المحلي بالنسبة للفرش بما يكفي استهلاك الفرش والباقي يبقى كوتا يتم التعاقد عليها مع المصانع عشان تدي للمصانع في مصر كومبيتتف ايج أو ميزة تنافسية أثناء ما إحنا خارجين بره عشان نصدر نبقى ضامنين أولا إن المصدر بتاعنا ما فيهوش مبيدات مزروع تحت خبرات قوية جدا موجودة مع الجماعة وعندهم قدرة أعالية في مجال الزراع بيطلعوا المنتج المطلوب بالضبط الكميات اللي هنبقى طالبينها نبقى عايزينها ومتوفرة ويبدأ يتعمل كونتراكتنج أو نظام تعاقد ما بين إنتاج الصوبات الموجود وما بين المصانع اللي هي بتوفر العملة الصعبة عن طريق تحويل هذا الإنتاج اللي بالجنيل محلي في مصر إلى عملة صعبة إحنا هنجيبها بالدولار ومن ناحية تانية لم نضر في شيء بالحصة المطلوبة لأنه يغطي الأمن القومي من ناحية الاستهلاك المحلي أنا في وجهة نظري إن مصر قادرة على الوصول إلى ما بين 2.5 و3 مليار دولار خدار مجمد بس فرص وعدة جدا لأن ربنا خلق لنا حاجة إحنا أكلنا طعمه حلو خلي بالحضراتكم الدكتور أحمد عبد الحي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الصعيد لصناعة المواد الغزائية المنتجة للخضار والفكهة المجمدة شهر زاد واحد من أهم الخبراء المتخصصين في التسويق وإدارة المصانع في مصر والعالم العربي وقبل كده أدار مصانع في قطاعات الغزل والنسيج والكيمويات والأغزية والأدوية وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جمعة مسترخت في هولندا والدكتوراه في استراتيجيات الأعمال من جمعة أكسفورد في إنجلترا ودبلوم في الإمداد والتموين من جمعة كامبرج في لندن وعلى فكرة خلال ثلاث سنين تقريباً نجح في قيادة شركة الصعيد لتحقيق مبيعات مزهلة والتصدير لـ 34 دولة ومنها أمريكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال وماليزيا والفلبين والهند بخلاف كل الدول العربية تقريباً دكتوراه حراك بتحدد سعرك إزاي؟ سعر منتجاتك يعني حراك إحنا ضرعين نعرض على الجال الفود أكيد كل منتج حراك ما شاء الله عندك بتعرفه الخمسين منتج مش كده ولا أكثر أبداً كل منتج أكيد في اجتماع عشان تسعاره مزبوط إيه بنود التسعير؟ إحنا فيه عندنا اتنين متغير في موضوع الأسعار لازم يكونوا تملي فاعت برده الجزء الأول اسمه Market Management Survey فحص بيتم لجميع أسواق العالم اللي إحنا بنتعامل معها مرة كل شهر وبيبقى عندنا كده الماركت تريند بتاع المنتجات يعني السعر اللي هو اللي ماشي بي سواء بقى جاي من بلجيكا من أسبانيا من مصر جنوب أفريقيا من تركيا عشان نعرف الماركت نوروم طبيعة سعر المنتج في هذا السوق الشق الآخر له علاقة بالتكاليف داخل مصر هنا تكلفة المادة الخام الييلد بتاعها أو نسبة الهالك اللي بتعمل فيه تكلفة التصنيع تكلفة الكهرباء وبيتعامل ما بين الاتنين ميرج أو عملية دمج للدراسة اللي جاية كسعر مستهدف في الأسواق مع الوضع القائم من ناحية التكلفة بعد كده لو الأمور ماتشنج يعني ماشية بشكل جيد يبقى خلص طيب لو إن لأ الدراسة اللي جاية من الأسواق بتقول إن إحنا سعرنا مغالى فيه أو التكلفة اللي عندنا أغلب كتير من هذه الدول بنحاول نبص في عناصر التكلفة اللي عندنا هل التكلفة دي بسبب تصنيع تكلفة تصنيع زيادة شراء الخام الخام هو اللي فيه مشكلة عن سوقا ونحاول إن إحنا نقل الجاب على قد ما نقدر بعد كده بيبقى فيه حاجة تانية اللي هم بيقولوا عليها الباسكتبول إن إحنا بنيجي نحاول نشوف مجموعة من المنتجات إحنا ما عندناش فيها قوي نتيجة إن أسعارها عندنا من ناحية الخام قد تكون عالية جدا لكنها ضرورية لمنتجات أخرى مطلوبة بس الاتنين لينكد مع بعض مربوطين ببعض ومطلوب إنهم يكونوا مع بعض فبنعمل إن إحنا بندخل تكلفة دي مع تكلفة دي تمام عشان نحصل على متوسط تكلفة عادل دكتور رحمد حضرتك في جالب فود 2023 أكيد في منتجات جديدة وفي أفكار جديدة هتقدمها للعالم دائماً بتفاجئنا هنصار محرك هناك وهنشوف المفاجئات ولاك أنا عايز أعرف كيف يفكر الدكتور رحمد عبد الحي في 2023 في معرض دالب فود والله إحنا بدأنا ندخل شوية في حتة المطبخ سواء بالنسبة لست البيت أو بالنسبة لصناعة الكترينج المطبخ الكبرى البصل والتوم الحاجة في الزهيرة دي بدأنا نشتغل في البصل في التوم في الشبت في البقدونس في الكسبرة في الجرجير تقطيع معين تقطيع جاهز لعمل طبخات معينة بدأنا نفكر في عمل خلطات كونفينينسي على مستوى فيها النوع من أنواع الراحة على مستوى الفرد السنجل أو الجوجين الشغيرين اللي لسه في حياتهم أبوات معينة تبقى مناسبة ليهم بأكل سريع صحي فالنهاردة الكلام ده إحنا عندنا ممكن نفكر فيه في مصر بأنه هو ده موضوع عادي وسهل الموضوع ده مكلف جدا بره نتيجة أن الأيدي العاملة غالية والوركينج أور المانديت التكلفة بتاعة العمال غالية فعندنا ميزة نسبية فيه بالزبط كده فإحنا نبدأ أن احنا نعمل كده بعد كده عندنا الشركات اللي مثلا شركات البترول اللي بتعمل كل يوم ألف واجبة وألف وخمسمائة واجبة وألفين واجبة وتلات تلاف واجبة الشيفات والعمال الموضين فيها مهمش فضلين أن هم يعودوا يقطعوا بصل ويقطعوا بقدونس ويقطعوا كرات أنسقن عشان يطبخوا بيه فبدأنا أن احنا نعمل الكلام ده ونقدمه لهم دلوقتي حلول جديدة أن احنا نبقى ready to cook احنا مجهزين لكوا عبوات جاهزة لعملية الخدمة بتاعت الكترينج على المجال ده والمجال الكترينج في الخضار المجمد في العالم هو أربع أضعاف إلى ست أضعاف مجال الريتيل فإحنا بدأنا أن احنا ندخل بقى في المرحلة ده أن احنا عايزين أن يبقى لنا تواجد جيد مع أه هتفتحت أسواق جوا الدول اللي حرك فيها بالزبط كده الأسواق جديدة جوا الدول اللي احنا أصلا جواها بالزبط كده وهنبدأ أن احنا نشوف بقى ونتعلم منهم زوء كل دولة إيه عايزة إيه يعني إحنا أخر حاجة عملناها عملنا الكابسة السعودي فروز ناقصها بس روز كابسة السعودي أيوة الخلطة بتاعتها عملنا البغياني الهندي جاهز طب التست من يبقولك أن ده تمام نفس السعوديين إحنا عملنا تست بانيل في السعودية مع سعوديين وهم اللي كانوا بيقولوا لا عايزين نزود كذا عايزين نقلل كذا لا البدنجان هنا البزر بتاعهم عايزينه يبقى كذا أنسون طب خلطة المحش بتاعتنا بتمشيش معه منك؟ آآ لأ إحنا بنعمل محشي كامل مصري تمام بدنجان وكوسة وكرومب هيبقى في بانت أطباء ودي هتبقى مين لي عشان المصريين اللي عايشين في الخارج تمام؟ وهنا اللي عايشون في الداخل ولا عايشين جدا عشان توقتي أول إنه هو يبقى جاهز عنده الخلطة بتاعته الموجود جواه دي حجم بيزنس على مستوى الريتيل هيبقى صغير بس اللي أنا متوقعه إنه هو على مستوى الكترين كامل طبعا فنادق ومطاعم وممكن إنه هو يخدم بشكل جاي جدا ويدي وبعدين إحنا محتاجين شوية أنا بناشد الإخوة اللي شغالين في نفس مجالنا بس عندهم مطاعم إنه هم يعملوا ايدنتيفاينج للإيجيبشين كوزين عالة اكتشاف للمطبخ المصري تمام؟ إحنا ما نفعش إنه يبقى فيه المطبخ التركي والمطبخ الإيطالي والمطبخ المكسيكي والمطبخ الهندي والمطبخ الشامي والمطبخ المصري ملوش وجود وإحنا أغنى مطبخ في العالم أغنى مطبخ